امر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نعب جلالة الملك ولي العهد هيئة الكهرباء والماء بتمديد احتساب الفواتير لحسابات المواطنين بالمسكن الاول حساب واحد وفق فواتير الفترة نفسها من العام الماضي اذا كانت اقل من السنة الحالية وذلك لاشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء بالعمل على سرعة تجشين نظام جديد ومتطور وفق افضل المعايير للفواتير للكهرباء والماء بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة المشتركين من افراد ومؤسسات واكد سموه الحرص على مواصلة العمل دوما نحو تحقيق تطلعات المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم كونهم محور التنمية وغايتها بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وقال سموه ان مسئوليتنا الوطنية تقتضي توجيه كافة الامكانات واهمية تضافر كافة الجهود لمواصلة الاستخدام الامثل للموارد لصالح الجميع مع الالتزام باسس العدالة والتميز والتطوير المستمر بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم مساعي التنمية الشاملة جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزة وزير الكهرباء والماء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في قصر الرفاع اليوم معالي الشيخ احمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن النتائج الأولية للتحقيق في عالية احتساب فواتير الكهرباء والماء لعشر يونيو ويوليو وأغصص بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية والذي أجره الديوان وفق توجهات سموه مطني أن سموه على جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في إعداد هذا التقرير وما خلص إليه من نتائج أولية مع التأكيد على أهمية مواصلة استكمال ديوان الرقابة كافة الجوانب المتعلقة بالتحقيق بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وقد ظهر التقرير المرفوع من ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما تم التوصل إليه من نتائج أولية وملاحظات حول الإجراءات والأنظمة المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء والتي أثرت على منظومة الفوترة كانت محددة ببداية فترة دخول الصيف لهذا العام فقط وعضح التقرير المرفوع إلى سموه كذلك أن القرارات الفورية التي تم اتخاذها للتحقيق في منظومة الفوترة لهيئة الكهرباء والماء وتوجيه سموه باحتساب فواتير أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير العام الماضي أيهما أقل كان لهما دور فارز في حفظ حقوق المشتركين وأكد اسموه على أهمية اتخاذ كافة للجهات الحكومية الخدمية دوما التدابير اللازمة التي من شأنها صون ثقة الأفراد والمؤسسات في جهود في جودة ودقة الخدمات المقدمة والآليات الإدارية والمالية المتعلقة بها وشار سموه لأن البحرين تسعى دائما إلى ترسيخ مفهوم الرقابة والتأكيد على مبادئ المحاسبة والنزاهة والعدالة بما يسهم في الحفاظ على الموارد وضمان استدامتها وصون حقوقها وحقوق المواطنين بما يخدم التنمية ويحاقق الاززهارة للوطن من جانب عرب معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة عن شكري وتقديره إلى صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام وحرص في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطنين